نتمنى لكم ان شاء الله عواشر مباركة مسعودة تدخل عليكم الصحة والسلامة وبكل ما كتمنوا و ضمن تحضيرات رمضان غادي نقترح عليكم مورقة او لمعسلة رائعة جدا هاد المعسلة هادي كتجيبنينا كتجي مع ما بين التعليكة والقرماشة ان شاء الله في هاد الفيديو غادي نطرق معكم الجامع الاسرار والنصائح باش تحضرو هاد البقلة ووجيكم ان شاء الله بهاد الشكل واحسن ها نقول لكم التكلفة باش حال تقام عليكم الاخوات اللي بغاوا يعتمدوا هاد انواع من الوصفات كم شروع فغادي نقول لكم ثمن البيع والكمية اللي كتحط لينا و صدقوني ان هاد الانواع من الوصفات فمشروع مربح وبرأس ما اللي صغير وهاد المعسلة اللي غا نتقسم معاكم في هاشي المجهود نهائيا يعني تحضروها بسهولة ما غادش تضيي عليكم الوقت يعني هكا الصراحة اللي بغا تعتمدى كم شروع فهاد الانواع دي المعسلة عليهم الطالب وساهلين في التحضير ديالهم وبنانين فأول خطوة أنا إن شاء الله غدي نحضرها معكم باللوز ممكن تحضروها بالكوكو كما ممكن باللوز أنا درت معكم موحدة بالكوكو وبزفد الأخاوات أبغاوا وصفة خراب اللوز وغدي نحضرها معكم بكل فرح فأخذت اللوز ما كان سلقوشي كان أخذ غير الماء وكان طيب ومزي ومن بعد كان غطي على ذاك الكسرونة فيها ذاك اللوز عملت نصف كيلو دلوز وكان خليه مرقد غير واحد شوية واحد جوجد قايق وكان بدان نرفض أو كان نهز شوية بشوية وكان فسخو ومن بعد ما نفسخو نعملوها كف واحد صفاية باش إذا كان فيه شي ما يستقطر ومن بعد كان وضعو في الصينية وكان دهنو بمعلقة ديال الزيت على حسب الكيميا بحل دا بقى أنا درت نصف كيلو ديال اللوز درت هكدك معلقة كبيرة ديال الزيت وغن دهنو مزيان مزيان إذا كان عندكم كوكاو بالقشور ديك كوكاو الكبير حتى هو غادي تديرو نفس الطريقة إذا كان عندكم كوكاو منقي فمباشرة دهنوه بالزيت ودخلوه في الفران فهالطريقة هذي كيجي رائع اللوز ديالنا تلك الكوكاو عايجي مزيون وهكده يعني ما كنستعملوش واحد الكمية ديال الزيت في القلي وكيجي فيه واحد حميرة واحد قرميشة يا سلام منين كتعملوه في الفران شعلو الفران من فوق ومن تحت وحتي الدهب ليكم اللوز ديالو صافي وخط فيو عليه الفران رامكي كيف ما تشوفوه فيو عليه كيبقى ماشي كما كان قليوه في الزيت يعني من بعد كيزيدي يتحمل كان خليه واحد تاكي يبرد وندوزو نطحنوه فإذا كان مثلا غدتعطلو باش تطحنوه ضروري وضعوه في شي علبة محكمة لإغلاق باش فاش تبغيوا تطحنو يتطحليكم مزيان أنا مباشرة غير فقد الحرارة هكك واحد ساعة كان برد ودست نطحنوه معاكم فغنطحنوه إن شاء الله مزيان بهات الشكل وخي يبقى فيه داك الطريفة ديال القرم ما شوي لكن يتطحن لينا ماشي يبقاها كطرافي كبار الطحنو في أي مطحنة عندكم الأهم اللوز أو للكوكو يتطحن بهات الشكل فانطحنوه مزيان ولكن ماشي يترجع جينا لا يبقاها ولكن على حسب الدوق ديالكم إلا بغيشوا فاش تكونوا تتاكلوا تحسوا بدك الطريفة ديال اللوز أو لديال الكوكو خليواه بحال هكتبغيتو يجيكم عقدة يعني بحال عجينة طحنوه مزيان غادي ندير على هاد اللوز جوج مع علاقة ديال السكر ووريتكم هاد السكر الأخوات اللي زعما بغاو يعملوه في السلو ولا في هاد الواسطة ترمزي و هاد السكر بزاف والتمن ديالو أرخص وفيه نصف كيلو باكية واعرة واقتصادية يعني كتعجبني بالزل نخدم بيها و اي حاجة كتعجبني وكنستفد منها كمغين تقسمها معاكم و سبيسيال نوعية سبيسيال وضعت جوج معالق على نصف كيلو ديال اللوز كذلك اذا درتو الكوكو وغديروها كذلك جوج معالق واخديت اربعة ديال الحبت ديال المسكة الحرة او للميستيكا دقيتهم وضيفتهم اللي ما عندهاش مسكة حرة او للميستيكا يعني بلا ما تعمله مشي شي حاجة اللي ضرورية من بعد ما خلطت سكر غلاسي معالوس غادي نضيف ماء الزهر ثلاثة ديال معالق كبار اللي ما متوفرش عنده ماء الزهر وعنده روح الزهر او للي عند ممتوفرشي ادير كيس واحد ديال زهرات البرتوقل حتى هو كيعطي واحد لقوم زيون وغادي نضيف جوج معالق ديال المربه المشميش كيعطينا واحد تاليكو كيعطي واحد طعم اللي زيون بزاف مع هاد اللوز وغادي نضيف ثلاثة ديال الزبدة ملوبة الزبدة اي نوعية ولكن اذا كانت النوعية ديال الاكل يكون احسن غير دوبوها مزيان وخدو غير ديك الفوقي داك المال اللي تحت حاولو ما توصلوش يليلو صافيك نخلط مازيان وهدي هي العقدة ديالنا كتجيب نينا ومعلكة وغزالة بزاف اذا كانت الكوكو او فول السوداني حتى وكي جيم زيون غادي نحتاجو ان شاء الله الزبدة باش غادي نورقو الزبدة غادي نحتاج تقريبا 61 غرام ودروري غادي نخلط ما بين زيت والزبدة اذا بغيتو تخدمو غير بالزبدة بوحديتها ممكن هي الورقة اللي غادي نخدم بها كتحتاج الزبدة انا باش كنخفف من ذاك الزبدة كنعمل معها الزيت مع الجو شوية برد بحالك تبقى تقسح لي اللي بغت تخدم غير بالزبدة تبقى هكا تخليها فكسرنا باش منين تشوفوها قسحت لكم عودوا دوبوها وغادي نخدمو ان شاء الله بورقة الفيلو فاي ورقة عندكم تخدمو بيها فانا جبت اليوم هاد الورقة هادي ففكرتني فيها واحد لأخت تقاتلي شوفو الورقة الورقة ديال الفيلو اللي كتكون في بيم وبلا تردد مشيت وجيبتها بالصراحة فعلا زوينا بزاف من الثمن ديالها 15 درهام وفيها 500 جرام يعني هي فيها كتر من مهم هما تقريبا بحال بحال وفي الخدمة غادي نعطيكم الفرق وغادي نخدم انا مهم غادي ناخد شوية من هادي وشوية من هادي غادي نخدم نص نص بهم بجوج ولكن غادي نحتاجوا غير باكية وحدة فهذا المؤسلة هادي نحتاجوا غير باكية وحدة وبطبيعة الحال الليلة بغيتو كمية كتيرة ف اه كان خدمو بخمسمائة جرام ديال الورقة او ديال ورقة الفيلو مع نصف كيلو ديال لوس هادي هي القاعدة اللي كان اعتمدو فهي هادي ورقة الفيلو مهم ضروري بعد ما كتفتحوها تغطيوها بالبلاستيك وبمنديل فالطريقة ديال استعمالها هي مكتوبة في في الظهر ديال ديال الباكية وحاجة اللي مهمة هي قبل ما تخدموه بيهج بدوها بواحد جسس سوايا ولا ثلاثة سوايا باش تفقد ذاك البرودة فأول حاجة الملاحظة اللي عندي على الورقة هي غزالة بزاف ورقة ديالها غليضة وشوفوا كيفاش مفروقين على بعديتهم فعجبتني بزاف هي الورقة ديال هادي ديال بيم عجبتني غليضة وصراحة ساهلة في الخدمة بزاف عجبتني وثلاثة ثمن ديالها ناقص بخمسة درهم على الأخرى ولا بعد المرة تلسة درهم هاكذا فخمستاشر درهم ثمن مناسب وفيها ثمانية ديال الورقات ثمانية ديال الوحيدات فأنا شديت الورقة الجوج الولين طلقتهم على سطح العامل دهنتهم بالخليط ديال الزبدة والزيت طبيعة الحال كان عاود نأكد بغيتوا الدهنه غير بالزبدة بوحديتها الدهنه اللي عنده حساسية عاودتانية من الزبدة وبغي دهنه غير بالزيت فأنا دهنت الأولين وحطيت عليهم الورقات الثانين وهكذا باش نشكل أربعات ديال الوحيدات في نفس الوقت وبلا هكا يعني من من ضيع واحد المسافة اللي كبيرة فحطيت الحشوة بهذا الشكل يعني كل وحيدة حطيت عليها جوج هالطريقة هادي بحلة كنخدمو كل وحدة بوحدة ولكن احنا كنعملو جوج كل جوج ورقات كي خرجو لي ناجوج يعني بغيتو تخدمو وحدة بوحدة غدقو تهزو ورقة تديرو الحشوة وتلويوها كاملة او تاني هكا كنتو ما غادين او تديرو هكذا جوج فوق بعديتو وكد فرقو الحشوة يعني هكا وحد الناس ديال الحشوة في الناس ووحدة في الأول الورقة وبهكدا كتشكلو نفس زعم العدد صافي من بعد كنقسم اما تقطعو بالجرارة او اللب او اللب بالموس صافي لوينا اللولين وكلوي والتانيين بنفس الكيفية كنزيرو يدينا شوية فهد الورقة هادي كتساعد بزف فجأتني صراحة بالخدمة جتني ساهلة بزف وممتعة بالعمل بها كتر صافي كلوي بهذا الشكل سنجيب الصينية فحاولوا تجيبو الصينية اللي تجيكم هي هاديك مع الأعميدة ما بغيتش يجيوني مزيرا ما بغيتش يجيوني فيهم ذاك تكماش بغيت يجيوني مطلوق الوحيدة ديالي فهكدا اخديت صينية اللي شوية كبيرة وحطيت الأعميدة بهذا الشكل صافينا نخليهم على جانب ضروري هكا فشنا نحطهم في الصينية كندهنو الزبدة والزيت او كيف ما قلت لكم الزبدة او لا الزيت دفا هادي الورقة ديال الباكية التانية فالفرق اللوله خشينا وكيكونوا الوحيدة مفارقين والورقة التانية واللي كنخدم معاكم بها دائما ارقيقها بزاف يعني فالخدمة بيها يكون تخدموا بشوية ما غاديش مهم بشوية باش ما تتقطع لكم شي وضروري النافذة ديال المطبخ او لفين ما غا تخدموا هاد الورقة ضروري صار جمي يكون مسدود باش داك البرودة ولا الحرارة بزاف ركتنشف الورقة الورقة التانية فدرجوج وحيدات بجاني نفس القياس لان رقيقها بزاف الورقة الاولى واللي اول مرة كنستعمله القاسحة يعني وحدة كتجي هي هادك يعني تلوي وغير وحدة كتجي هي هادك اما الورقة التانية فضو بلو باش تجيكم هي هادك في التوريق وماشاء الله الباكية اللولة ديال 15 درهم دب انتو مغاد عرفوني الفرق بيناتو قاسحة وشدة فراسها والباكية فيها 8 الباكية التانية واخا هو نفس الوزن يعني نفس الوزن تقريبا نصف كيلو هكذا ولكن الوحيدات كيكونوا كتر بعد المرة تخرج لي ما عرفش بالضبط ولكن بعد المرة 12 وحيدة بعد المرة 10 بعد المرة 11 كل مرة صراحة وش حال كنحسب وكلقة ما عرفش انا كنغلط ولا العدد كيكون متخائم خالف لان رقيقة بزاف ولكن بجوجم زوينين نتيجة في الاخير كتكون زوينة وخيطر تقوليكم في الخدمة راف الفران كيجمعوا راسهم قطعت بهاد الشكل كل لوحي دارت فيها 3 ديال سنتين في الاول قسمت على 6 ومن بعد كنقسم على 3 انتو متقطعو كيف بغيتو انا عجبتني هاتتقطيعو حتي دارتوهم في الكويغطات كيجوا مزيونين تقدرو هكذا حتي المناسبات كيجوا رائعين جدا فكندهنو بالزبداء والزيت من الفوق ضروري من الوجه وكندخلوهم الفران اللي عندي مسخن من قبل ومشعول غير من الاسفل على 170 درجة حتي كيتحمروا من الاسفل ومن الجوانب بحل هات الشكل وعاد كنشعلو من الوجه وكنن نقصو شي شوية الحرارة نزيدو نهبطة 150 و160 باش كتاخد لنا واحد تضييبه على خطرها فالطوطال ديال الطياب كيكون 45 دقيقة حيث كنطيبو على المهل مباشرا بعد مما كنشوفو الوين الذهب كنخرجوها من الفران وهي سخونة كنسقيوها بالعسل فاحسن العسل هكا تكون جمعه راسه ما تسقيوش بالسيرو اذا كان السيرو خفيف راع ذاك الخفة قدر هي اللي تفزق لنا الورقة متخليهاش مقرمشة مدة طويلة فالاحسن استعملو شي شرب اللي يكون عاقد او للعسل اللي عاقده يعني العسل اللي كنصوبو علي دينا ولكن شروحة النوعية اللي تكون زوينة وكنرجع هالفران شربنا العسل نزيان فكنت زينت باللوز ايفيلي بللي ما اعطاش المنظر هو هاداك وانا زين باللوز كونكاسي فالتزين دائما كيبقى اختياري هكا الزنجلان يبغيتو تروش شو حبيبت ديال الزنجلان الابيض حتى هو كيجي مزيون بزف ومن الداخل كيجي بهات الشكل فالحشوة كيجي معلكة معلكة غزالة وبنينة وهنا بعد ما بردت تماما والورقة كيجي فيها واحد القرمشة رائعة جدا وكنت من شاء الله انها تكون واضحة لكم في الصورة فكنحضروها بلا تعاب في وقت قياسي ما كتعدمنا شي نهائيا فواحد الملاحظة قدر يجيني هالتساؤل واش ممكن تخليوا اللوز بالقشور دياله نعم ممكن تخليواها بالقشور ولكن خدوا واحد الوحيدة تحيدوا ليهم القشرة وهكا دهنو بزيد ودخلوا ذاك الصينية في الفران باش ذاك الوحيدة ليهم بالقشرة واخدوا خمسة ديال الحبث منين تشوفوهم تدهبوا اطفيوا على الفران ديالكم ما يفوت لكم شي فيه التحمر وما تجيكم ش داك العقودة كاحلة هكا بزاف يكون غير مدهب فهاد الحشواجة تبنينا بزاف فهكدا يعني تقدرو تقدمهم في في الكوغطات تختاروا واحد الكوغطات اللي يجيكم معهم راك يجي وزويني هكا لرمضان حتى في الاهياد فعندكم شي مناسبة راك يجي هاتش كل هدا في المورقة كيجي رائع جدا كيجي تماما بحل الحلوة دياللوز يعني شي حاجة اللي راقية وزوينة فالاخوات اللي بغاوا يعملوا هاد هي را بحل بقلاوة كمشروع فصدقوني مشروع اللي مزيون بزاف ومربح وعليه الإقبال وما كيدي شي منا واحد المجهود دراس هاد النوع من الوصفات فراس هال بزاف من الشبكية وذك شي فالقياس اللي كتخرج خرجتلي تقريبا جوش كيلو أنا عبرت هكذا بالبواطة ولكن البواطة خفيفة فتقريبا هكذا كواحد جوش كيلو نسقيتها بنصف لطرودية العسل نصف لطرود العسل هي اللي عملت عليها وذك العسل كلها كتشربها فالتكلوفة بغيتوا مثلا فاكم غير تحضروها لراسكم تكلوا فتقة مثالية بخمسة وخمسين درهم هاد باللوز بالورقة بكل شي خمسة وخمسين درهم والأخوات اللي بغوا يبيعوها بالكيلو فإذا درتوا ليها غير مية درهم للكيلو فصدقوني غاتربحوا فيها الخير والباراكة فطريقة الاحتفاظ فتقروا بمحكمة الإغلاق ضروري وصف تحطوها في المكان لما تضرب شي فيه لكي لا تشوف العسل وصدقوني تبقى لكم شهر أو شهرين كيف تبقى كيف تطيبوها كيف تبقى كيف تبقى كيف تبقى اشتركوا في القناة